هنا يخشى البعض من وصية وهب الأعضاء بعد الموت طبعا بسبب مفاهيم خاطئة وشائعة تدفع بالبعض إلى التخلي عن فكرة وهب أعضائهم وحرمان أشخاص يحتاجون إليها كي يعيشوا حياة طبيعية المفاهيم الخاطئة وتصويبها وغيرها طبعا من المواضيع نناقشها مع ضيفنا دكتور محمد حسان ذنيبات الاختصاصي في أمراض وزراعة الكلا دكتور محمد أهلا وسهلا بك مباشرة معنا من عمان أهلا وسهلا بكم كيفك اليوم؟ أتمنى تكون بخير موضوعنا مهم جدا وسنصحح الكثير من الشائعات أنا عم صحيح طيب هذا موضوع مهم وأنا أشكركم على تناوله بلامس حياته ومعاناة الألاف من المرضى صحيح دكتور يعني بداية إذا ما استعرضنا معك الشائعات التي تدور حول وهب الأعضاء لترد عليها وتصوبها المعلومة الخاطئة الأولى التي سأناقشها معك الشخص الذي يوافق على التبرع بأعضائه لن يعمل الفريق الطبي في المستشفى بجد لإنقاذ حياته هل هذه المعلومة التي يتم تداولها حقيقية؟ في البداية خليني أوضح أنواع المتبرعين بالأعضاء طبعا فيه النوع الأول اللي هو المتبرعين الأحياء والنوع الثاني هو المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة وهنا نتحدث عن الوفاة الدماغية أو الموت السريري أو الموت بالعلامات الدماغية وهذه مسألة الصحيحة في غاية الأهمية أو الضحة لأنه يحدث فيها كثير من اللبس حتى بين بعض الزملاء نميزها عن حالة الغيبوبة العميقة والوفاة بالعلامات الدماغية في تركيب الدماغ هناك جزء يسمى جدع الدماغ وهو الجزء الذي يحوي على مراكز التحكم بالعمليات الحيوية ضربات القلب، تنظيم الضغط، التنفس إلى آخرهم لما نعلن الموت الدماغي نتحدث عن إشارات تشير إلى أنه وفاة أو تحلل في هذا الجزء الآن ما يتعلق بالمريض حينما يأتي مثلا مريض بعد حادث سير ويدخل إلى وحدة العناية المركزة فإن الفريق الذي يشرف على هذا المريض هو مستقل تماما عن الفريق الذي يشرف على المريض الذي ينتظر العضو سواء الكيلية أو الكبد أو غيره وأيضا الفريق الطبي الذي سيعلن الوفاة الدماغية أيضا هو مستقل ولذلك كل فريق يسعى إلى إنقاذ مريضه وتقديم كل الإجراءات التي تساعد في ذلك بذلك أكيد الطبيب الموجود يشرف على المريض نتحدث عن المريض في الوضع النهائي الذي يقترب من الموت الدماغي سيقوم بكل الإجراءات حتى ينقذ مريضه لأنه سيسعى عنه لذلك أعتقد أنه يعني هذه المعلومة غير صحيحة كامل الإجراءات نعم طيب دكتور يعني هناك أيضا معلومات كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع هناك أيضا معلومة لو بتوضح لي إياها عن أنه التبرع بالأعضاء هو أمر غير شرعي أنت كطبيب أخبرني عن القوانين والشرائع التي تحكم هذا الموضوع صحيح ربما يمكن للفقهاء أو العلماء أو رجال الدين يتحدثوا بشكل أفضل لكن أنا من خلال قراءتي المطولة في هذا الأمر وجدت أنه لا يوجد كل الشرائع السماوية تتوافق مع التبرع بالأعضاء لأنه هو جزء من عمل الخير بل أنه في الإسلام يعتبر من الصدقة الجارية التي يصل للإنسان خيرها بعد الوفاء لذلك أنه آراء من مجامع فقهية تبيح الأمر وتعتبره جزء من عمل الخير والصدقة الجارية وكذلك في بقية الشرائع السماوية وهذا الأمر يعني كثير من طبعا حتى رجال دين وأنا عندي أمثلة وكتبت في هذا الموضوع أنه كانوا قاموا بالتبرع بأعضاءهم سواء رجال دين مسيحيين أو علماء مسلمين ما يتعلق بالقانون القانون في أغلب الدول العربية يبيح التبرع بالأعضاء ولكنه يضع شروط لأنه المشرع يتحوط أنه هذه المسألة يعني تستغل من ضعاف النفوس وتجر إلى ساحة تصبح سوق أو التجارة لكن الأمر طبعا مشرع ولكنه فيه دائما هناك توابط طيب دكتور ما هو العمر المحدد للتبرع بالأعضاء يعني هناك من يتحدث أنه لا يحق لمن عمرهم أقل من 18 عاما اتخاذ هذا القرار ما الحقيقة؟ نعم الحقيقة يعني أعمارهم أقل من 18 الآن إذا أرادوا أن يتبرعوا همهم أحياء الحقيقة هناك ضوابط كثيرة لأنه يعني يمكن أن يكونوا تحت تأثير ضغط كبير من الأهل أو من غيره أو ممكن أن يستغلوا من جهات مختلفة في ذلك نحن نتوقف عند هذا الأمر لكن بعد الوفاء يمكن لأهلهم أن يأخذوا هذا القرار طبعا ممكن بعض الشباب يشاهدونه ويقتنعوا بالتبرع أنا أقترح عليهم أن يناقشوا المسألة مع أهلهم لأنه كثير من المرات يكون فيه شباب أوصوا بالتبرع بعضاهم لكن الأهل بسبب قناعاتهم بعد الوفاء ينقضوا هذه الوصية لذلك أعتقد أن هذه الثقافة يجب أن تنتشر لكن لا يوجد حد أعلى للتبرع ولا حد أدنى يمكن أن نأخذ عضو من طفل طبعا أتحدث بعد الوفاء مثلا ممكن عمره سنتين أو ثلاث وكذلك من أعمار كبيرة إذا كانت الفحوصات التي تجرى لتقييم الأعضاء يعني تدل على كفاءة هذه الأعضاء نعم طيب هناك معلومة خاطئة أيضا تتحدث عن أنه الكبير بالسن ربما أعضاءه تكون غير صالحة للتبرع إلى أي سن يمكننا التبرع بأعضائنا نعم كما ذكرت هو يمكن لا يوجد حد أعلى للتبرع ولكن أحيانا الكبار في السن ممكن يعني يكون عضو مثلا غير قابل للتبرع مثلا لا يمكنه أن يتبرع بقلبه لكنه يمكن أن يتبرع بقرنيته فالأمر يعتمد على تقييم الفريق الطبي الذي يشرف على تقييم المتبرع في بعض العلامات الدماغية نعم يعني تعتمد على العضو الذي يعني يجب أن يثبت كفاءة طبعا بالفحوصات طيب هناك معلومة خاطئة أيضا تقول أنه بعد التبرع بالأعضاء لا يمكن لأهل الشخص المتوفى أنه يلقوا النظر الأخيرة عليه الحقيقة الفريق الذي يشرف أيضا على الشخص الذي يعني شارف على الوفاة ويريد التبرع بالأعضاء العناية بجسد المتوفى نقوم بنفس الإجراءات كما نقوم بالعناية بجسد الشخص الحي أو المريض الحي لذلك حتى الجراح حينما يدخل الجراح المعني بحصاد الأعضاء يقوم بإجراء جراحات أيضا دقيقة لا تؤثر على الشكل ولا تغير في الشكل لذلك بعد ذلك يتسلم الجثة للأهل ويقوم بكل الطقوس التي يعني تناسب عقيدة الشخص المتوفى يعني ممكن لهم في الإسلام أن يغسلوا ويكفنوا ويدفن بطريقة التي يرونها لذلك نعم بالضبط نعم طيب دكتور هناك أيضا معلومة ملتبسة نعم تقول أنه كل شخص مصاب بمرض عضال لا يستطيع التبرع بأعضاؤه هل هذا الأمر صحيح؟ يعني نحن نميز بين الأمراض العضال مثلا والأمراض المزمنة يعني مثلا الحالات الصحية أو الطبية التي يعتبر فيها الشخص غير مؤهل للتبرع قليلة يعني مثلا مرضى السرطان وبعض الأمراض الوراثية الأخرى لكن الأمراض المزمنة المزمنة زي السكر الضغط أو غيره أو أمراض مثلا الجهاز التنفسي صحيح يمكن أن تؤثر على أضوه لكنها لا تمنع التبرع بأعضاء الأخرى إذا كانت سليمة وقرر الفريق الطبي أنها يعني مؤهلة للتبرع يعني ممكن شخص لا يمكن له التبرع بكليةه لكن يمكنه التبرع بجزء آخر نعم طيب طيب أيضا يعني حتى نمر على الكثير من المعلومات الخاطئة هناك أيضا معلومة تتحدث عن أنه يتم وضع الأغنية والمشاهير على رأس القائمة بالنسبة للأعضاء المتبرع بها أين الحقيقة دكتور؟ يعني هو في لدينا إحنا في وضع القوائم الانتظار هناك معايير شفافة وواضحة ليس من ضمنها الشهرة ولا الثراء هناك معايير مثلا مدة الانتظار مثلا مرضى الغسيل مدة الانتظار على جهاز الغسيل أو مثلا زمرة الدم أو وجود أجسام مضادة أحيانا مثلا ممكن أن نضع الأطفال لهم أفضلية ممكن الشخص الذي تبرع مسبقا ممكن أن يوضع أيضا على أولوية في القائمة لكن اللي بيصير أنه أحيانا ممكن هذول المشاهير حينما يتلقوا الأعضاء تعرف يرافق هذا حالة دعاية إعلامية وغيرها ويظهر وكأنه يأخذوا أفضلية لكن الحقيقة إطلاقا لا يوجد هناك شفافية وهناك أكثر من جهة تراقب ترتيب هذه القوائم الانتظار حسب الأعضاء المختلفة لذلك هناك معايير أخلاقية وطبية محددة طيب دكتور أيضا هناك من المعلومات التي تتحدث عن أن عائلة شخص المتوفى هي التي تتكبد رسوم عملية نقل الأعضاء ما هي المعلومة الصحيحة؟ لا يفرض هذا الحقيقة سؤال مهم أنه لا يفرض أي رسوم إضافية على العائلة التي ترغب بأعضاء فقيدها نعم لكن أحيانا تتكفل هي بقيمة وتكلفة الإجراءات التي عملت لإنقاذ المريض قبل قرار يعني مثلا واحد أجري له عملية هذا يدفع لكنه بقي في المستشفى ثم بعد ذلك توفى وفاة دماغية يعني تتكفل بقيمة الإجراءات التي عملت له لإنقاذ حياة لكن كل ما يتعلق بالتبرع بالأعضاء هو معفي من أي رسوم أو من أي كلف دكتور سؤالي الأخير وبدقيقة واحدة لو سمحت لماذا علينا التفكير مرارا بضرورة التبرع بأعضائنا؟ يعني أعتقد من يطلع على معاناة مرضى الفشل الكلوي أو فشل الكبد أو عضل في القلب أو الأطفال الذين يفقدون إبصارهم بسبب مشاكل في القرنيات ويشاهد معاناتهم وعيشهم على الأمل في انتظار هذه الأعضاء وإذا علمنا أيضا أنه هم يعني أيضا أي الأعضاء بعد الوفاة تذهب إلى التراب فإنه أنا أعتقد جزء من عمل الخير أن يقوم الإنسان بتقديم أعضائه وأنا شخصيا حينما يعني عدت من مكان التدريب في كندا لمدة أربع سنوات أول شيء قمت به أنني وقعت مثل هذه الوثيقة أني أرغب بالتبرع بأعضائي مصداقا لقول الله تعالى أنه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس الجميع ولذلك أنا أحث الجميع أن يقوموا بتوقيع مثل هذه الوثيقة إحنا مثلا في الأردن عندنا تقريبا من حوادث السير تقريبا 150 إلى 200 حالة وفاة بالعلامات الدماغية هؤلاء لو استطعنا أنه ننشر مثل هذه الثقافة يمكن أن ينتفع من ذلك أعداد كبيرة خصوصا إذا عرفنا أنه كل متبرع يمكن أن يقدم ثمانية أعضاء ويعيد الحياة في ثمانية بيوت ولثمانية أشخاص يعني بدأ نشكرك جزيل شكر دكتور محمد حسان لذنبات اختصاصي أمراض وزراعة الكلا على كل هذه المعلومات القيمة والله يبارك فيك بالعمل اللي بتقوم فيه كنت معنا مباشرة من عمان